ما في اي مستخدم لديبيان او وبونتو او مشتقات هاي التوزيعات الا وبيعرف شو هو امر اي بي تي اللي هو الباكيج مانيجر او مدير الحزم اللي منستخدمه متل ما الاسم بدل لحتى نثبت البرامج والحزم على هاي التوزيعات اي بي تي موجود تقريبا من بدايات ديبيان وخلال هالسنين الطويلة حصل على كتير من التعديلات والتغييرات لكن لحد الان في عنا بعض السلبيات اللي ما تم حلها او بعض التحسينات اللي ما تمت اضافتها للأي بي تي هون بيدخل عنا البديل او الفرونت اند نالا اللي رح نحكي عنه اللي بيحاول يغطي هالنقص الموجود بالأي بي تي هلا النالا تقريبا استخدامه مشابه جدا مشابه او مطابق 99% لاستخدام اي بي تي مع بعض التحسينات البسيطة انا وهي عندي ثلاث تحسينات اضافية اللي وقت اللي تعرفت على نالا خلتني استعيد تماما عن الاي بي تي وما عادت استخدمته ابدا الاضافات او التحسينات هي عبارة عن واحد انه انا في عندي امكانية اختيار الميرورز اللي بدي استخدمها بدل ما اني يكون عمالي استخدم الميرورز الديفولت اللي لسبب من الاسباب ممكن انها تكون بعيدة عني ممكن انها تكون بطيئة فهذا الشي يعني رح يفرق من الارض لسماء بصرعة تحميل الباكيجز الاختلاف التاني او التحسين التاني هو ميزة البراليل داونلودز اللي هي تعتبر يعني نقلة نوعية بكيفية استخدامك للاي بي تي او تثبيت الحزم على ديبيان واوبونتو ومشتقاتها بشكل افتراضي البرنامج نالا بيقوم بتثبيت ثلاث حزم بشكل متوازي الثلاث حزم مختارة لسبب انه ما يكون في ضغط كبير على الميرورز اللي عمالنا نجيب منها الباكيجز والتحسين التالت او الاضافة التالتة هي ميزة الهيستوري اي واحد استخدم دي ان اف سواء على فيدورة او مشتقاتها او الريل بيعرف انه في عندي امر اللي هو دي ان اف هيستوري اللي بيخليني ارجع بالاوامر اللي عملتها بالماضي وممكن اني يعني اني اعمل ريدو او دو تقدم او تراجع لامر من الاوامر ضمنها الهيستوري فهي الامور الثلاثة طبعا جميعها رح تكون مغطات بقالب جمالي بيعطي النالة يعني لمسة سيكسير وقت اللي بدي استخدمه عوضا عن ال-APT هلا تثبيت النالة بغاية البساطة اذا كنت عمالك تستخدم وبونتو 22-04 او ديبيان 12 على الاصدارات الاقدم لازم انه نقوم بعملية التثبيت بشكل مانوال او انه يكون في عندي خطوات اضافية عن كيفية التثبيت هلا النالة طبعا اكيد لازم يكون مجاني ومفتوح المصدر واكيد اذا ما كنت عم تستخدم توزيعة بتستخدم ال-APT يعني على Arch ما فيني استخدم نالة بس لحتى ثبته بكل بساطة اذا كنت عمالي استخدم ديبيان 12 او وبونتو 22-04 فما فوق فانا رح اجي للترمينال ورح استخدم ال-APT لحتى ثبت النالة فرح نقل له sudo apt update لحتى نعمل عملية مزامنة لكل ال-Repositories هاي ليست عملية upgrade ورح نقل له sudo apt install nala فمتل ما اللي شايف يعني انه الحزنة صغيرة وتثبيتها ما بياخد وقت كبير وهي بالاساس مبنية على انه تستخدم ال-Python لان لو رجعت لل-Gitlab الخاص بنالة رح شوف انه عمالي يقل لي انه ال-Nala هي بالاساس front-end ليس ل-apt وانما ل-lip apt-package او بالتحديد هي front-end لل-Python-apt-api فهلا انا بعد ما ثبتت النالة لو قلت له نالة بدون اي فلاك تاني او بدون اي option فهو رح يعطيني رح شوف مباشرة الواجهة الجميلة الموجودة بنالة اللي فعلا رح تخليك تستعيد عن استخدام ال-apt فكل شي رح يكون موجود ضمن مستطيلات مرتبة في عندي الالوان في عندي شايف مثلا ال-options اللي ممكن اني استخدمها اللي هي اني شو شو هي ال-version عندي ال-install completion هاي مفيدة جدا لحتى انه يكون فيه اندماج بين الصدفة وال-Nala وبعدين رح شوف عندي ال-comments اللي بيستخدمها لحتى ثبت احزف اعمل update اعمل upgrade اعمل purge اعمل history اللي رح نشوفها بالنهاية وفي عندي الفيتش على وهي الاهم بس متل ما اللي شايف انه هي نفسها نفسها ال-options او ال-operators اللي بيستخدمها بال-apt فهلأ قبل ما اعمل اي تثبيت لأي برنامج تاني رح نجي لأهم ميزة بال-Nala الى وهي اني استخدم الفيتش لحتى اختار الميرورز اللي بدي استخدمها طبعا اغلب الاوامر بسلسنا ال-list وال-search لازم انها تكون مع sudo فرح نقول له sudo Nala لا ما عدنا نستخدم ال-apt فرح نقول له sudo Nala Fitch فهلأ رح يبتدي يدور بالميرورز هلأ باعتباره انه انا موجود على وبونتو عمالي يدور بميرورز وبونتو لو كنت على ديبيان اكيد رح يدور بميرورز ديبيان وهلوم ما شره رح يقوم هو اللي بيعمله انه بيعمل عملية اختبار سرعة هلأ رح نشوف بال-output انه بالميلي سكند ورح اختار شو هي الميرور الاسرع هاي باختصار كيفية عمل الفيتش او كيفية اختيار الميرور فهلأ بعد ما خلصت عملية البحث شايف انه رجعلي الميرورز او مو كل الميرورز رجعلي ياها كل السيرفرات رجعلي قائمة بحدود ال-16 هدول الاسرع نوعا ما فانا لحتى اختار الميرور اللي بدي استخدمها يكفي اني حط ارقامها ارقام كل الميرورز اللي بدي اياها مفصولة ب-space فراح نقول له انا بدي اختار الاول space التاني التالت الرابع الخامس السادس عندي لها غاية لغاية الرقم 9 هدول اقل من الميت ميلي سكند بس انا رح اختار بس ستة ميرورز وراح نقول له اوكي بعدين رح يقول لي انه هل بدي استخدم هاي الميرورز فراح نقول له يس وراح شوف انه كتبها لملف sources موجود بالمسار التالي اللي هو etc apt sources dot list dot d و nala sources dot list لو القينا نظرة على هاد الملف فراح نقول له نانو طبعا انا ما رح اعمل اي تغيير عليه etc apt فراح نقول له sources dot dot d وراح نقول له النالا فراح شوف انه فعليا هي الميرورز اللي انا اخترتها طيب هلا بعد ما حددت الميرورز هون رح تلاحظ بشكل كبير الاختلاف بالسرعة وقتل بتعمل upgrade بشكل خاص او بتعمل install فلاحتى نعمل تحديث للنظام كاني عمالي استخدم apt ما رح يختلف ابدا فراح نقول له sudo apt لا sudo nala update and and sudo nala upgrade يعني شايف الاختلاف الكبير بجمالية الواجهة اللي عماله يعطيني اياها هاد السبب لحاله بيدفعك انك تستخدمه بدل الابت فمثل ما اللي شايف بعد ما خلص من عملية المزامنة وتحديث الميرورز بحد ذاتها رح شوف انه طلعلي بشكل مرتب كل الاشياء اللي عماله يعملها واذا فيه packages رح يتم حزفها بشكل اوتوماتيكي كمان طلعت عندي وبالنهاية طلع فيه عندي summary بالحجم بعدد packages اللي رح يتم تثبيتها بالحجم اللي رح يتم تثبيته بالشكل اللي بيخلي تثبيت البرامج او الحزم من التيرمينال يعني اجمل بكتير بالنسبة لي من انك تستخدم الgnome software manager او الgnome software فرح نقل له yes ورح يقوم بعملية التثبيت رح يعطيني كcountdown بيقلي قديش المنتق المتوقعة لانه ينتهي من عملية التثبيت اللي هي الtime remaining هاد الزمن فعلي وليس انه كل شوي وشوي بتغير يعني لو شفت انه ال remaining time او الوقت المتبقي بحدود العشر دقائق فانا بروح وبرجع بعد عشر دقائق ما في داعي اني ظل قاعد واستنى عشر دقائق وكمان هلا هون رح شوفوا انه موجود remaining time موجود على يمين الشاشة فهاي افضل بكتير من الميزات الموجودة بالapp وبينما تخلص عملية ال update خلينا نلقي نظرة على كيفية التثبيت في حال كنت عمالك تستخدم اصدار قديم من ديبيان او ابونتو طبعا انا ما رح قوم بعملية التثبيت لانه الاصدار اللي عندي يعني اصدار جديد بس لو رجعنا لل git lab ورجعنا لقسم ال installation واجينا للويكي رح شوف انه هون مشروح بشكل كامل كيف بقوم بعملية التثبيت فانت بدك تقوم فيها ممكن انك ترجع لهات الموقع او لهات الويكي اللي رح اتركه بسندوق الوصف لحتى تشوف كيف بتثبته هي باختصار انك رح تضيف source جديد لملف sources.list اللي هو خاص بالتوزيعة او الخاص بالحزمة بحد ذاتها بعدها رح نعمل update لحتى انزامن كل المستودعات وبعدها رح يكون متاح انك تثبته باستخدام APT ومثل ما اللي شايف بعد ما خلص عملية upgrade طلع لي رسالة بتذكر اني ما شفتها ولا مرة باستخدام APT الا وهي انه في عندي packages لازم اني اعمل reboot لحتى تاخد تأثير update خليني سبت بعض الحزم بشكل سريع باستخدام Nala وبعدين منشوف كيف رح نستخدم history طيب لو قلت له Nala history مبدئيا ما استخدمت السودو رح نرى انه الاوامر اللي استخدمتها كانت هي upgrade بعدين عملت install 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 فكل هاي الامور اخدي ID خاص فيها طيب لنقول انه انا بدي اتراجع عن واحد من هالاوامر اللي امت فيها على سبيل المثال انا ما بدي اعمل install desktop فرح نقول له بكل بساطة رح نقول له sudo Nala history ورح قل له undo اللي هو تراجع عن الامر اللي امت فيه ورح اعطيه ال ID الخاص بهذا الامر لنقول انه انا بدي اتراجع عن تثبيت ال edge top فرح نقول له undo وبعدين ال ID 3 فرح شوف انه رح يحذف ال edge top طبعا ما رح يأثر على اي شي بعد هاد ال ID فلو اجينا لل ID 4 او install vim ال vim لسه بعده رح يكون موجود ال game رح يكون موجود طيب انا لو كنت بدي ارشع عيد هاد الامر ما بدي اعمل undo بدي اعمل redo هلا لو رجعت وقلت له ال Nala history رح شوف انه صافي عندي المدخل الجديد ال ID 6 اللي هو ال undo بس لو بدي ارشع وثبت ال edge top بدل ما قل له Nala install رح نقل له history بدل ال undo رح قل له redo وال ID اللي هو نفسه ال ID 3 رح نقل له redo 3 فرح يرجع ويثبت ال edge top مرة تانية هاي باختصار كيفية التعامل مع ال history مع امر نالا الشيء الاخير اللي رح احكي عنه اللي هو كيف ممكن ان يشوف بيانات حزمة معينة او ال information الخاصة بحزمة معينة فلو قلت له Nala show ورح نقل له ال edge top رح يعطيني كل المعلومات المتوافرة عن هاي الحزمة مثلا ال version مثلا ال architecture ال installed اذا كانت مثبتة او لا وبعدين رح يقلي من وين جاي مين هو ال maintainer شو هي ال dependences الخاصة بهاي الحزمة يعني رح يعطيني معلومات بهذا الشكل رح تخلي ال Nala او ال apt اشبه بال dnf متل ما حكيت اشبه بال dnf الموجود على fedora من انه يكون موجود على apt او موجود على debian ومشتقاتها لا تنسوا الاشتراك بالقناة وضغط زر الاعجاب بلتقي فيكن بالفيديو الجاي وبأمان الله